دي تلات تعليقات سريعة عشان وقت البرنامج اولا لما اتكلم على فكرة استبعاد حسين الشحات قال ما اعلموا ان حسين الشحات سيخضع لفحوصات طبية للتأكد من حجم اصابته وهذا السبب استبعاده من قيمة منتخب مصر لاننا ما عندناش دلوقت الكافي لتأخير اعلان القيمة اكتر من كده اعتقد دي تطرح مليون علامة استفهام يعني ايه حسين الشحات مصوب فمش عارف موقفه عشان اقدر احدد وجوده في القيمة من عدم رغم ان في لعيبة مصوبة زي عمر كمان عبدالواحد زي احمد الشناوي كزلاعب كمان والمفروض فيتوريا عارف موقفهم طب مش معنى موقف حسين هو اللي مش واضح دي نقطة اعتقد كانت تحتاجت عليه اكتر من كده التعليق التاني هي فكرة استبعاد ياسر ابراهيم ورامي ربيع ياسر ابراهيم ورامي ربيع عندهم كم خبرات ومشاركات في الفترة الاخيرة تسمح لهم ان يكونوا على الاقل صف تاني بعد احمد حجازي ومحمد عبد المنقين في حال لو احمد حجازي في حالته الفنية والبدنية بالنسبة 100% لان احجاز بقاله فترة طويلة جدا غايب وواجه الاهل في مطش كاس العالم وشوفنا ساعتها الفارق ما بين دفاع الاهلي ودفاع التحاد جد دي النقطة التانية واعتقد يعني لو هتاخد عناصر بديلة الخط تدفع منتخب مصر وبتقارن ما بين دفاع الاهلي ودفاع بيراميز المقارنة بعيدة بعيدة تماما انا مش هقول وجهة نظر انا هقول ارقام دفاع بيراميز في 8 مطشط في الدوري مونيا مرمى بتسع اهداف دفاع بيراميز في دوري ابطال افريقيا من اربع مباريات مونيا مرمى بتلت اهداف ولذلك الارقام نتيجتها عكس الكلام اللي قاله روي فيتوري حاجة تالتة كهربا سنة كاملة بيتقال كهربا هيتوقف كهربا مش هيلعب تاني كهربا مش هيشوف الملعب تاني كهربا فاز مع الاهلي في عشرين تلاتة وعشرين بست بطولات هداف الاهلي في افريقيا وفي الدوري هداف الاهلي في بطولة السوبر كهربا هيمس المصر في كاس الامم الافريقي حاجة الاخيرة سام مرسي كانت الصحف الانجليزية قالت انه اعتذر عن المشاركة مع المنتخب عشان عنده تموح مع فريقه في الدرجة التانية للصعود للبريمير ليج تواصلنا مع سام مرسي ونفى هذا الكلام نفيا قاطعا وقال هذا لم يحدث ولم اصرح ولم اعتذر عن المشاركة مع منتخبنا الوطني ولكن كان فيه كلام بيتردد من مبارح واحنا عندنا معلومة ان سام مرسي لن يتم استدعائه لقيمة منتخب مصر في ظل ان في نص الملعب فيه لعيبة مميزة في هذا المركز وبالتالي كان عندنا تأكيد ان سام مرسي مش هيكون موجود وبالتالي اصلا ما كانش فيه اعتذار من سام مرسي زي ما قالت الصحف الانجليزية في الفترة الاخيرة